السلام عليكم ورحمة الله عزيزي طالبة الصف الثاني الاعدادة حنحل مع بعض ان شاء الله يونت ثري الوحدة التلتارية قبل مبدأ الحل متنساش الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة احمد بيكون رجل شجاع ده معناه ان هو مش ايه ان هو ليس كوردلي كوردلي يعني جبان the female name of prince female name يعني المؤنس من كلمة prince ليه امير يبقى princess اميرة princess to change treat into a noun we add علشان نحول كلمة treat الفعل يعيم الاسم معاملة اولاق بين دفلاء m-e-n-t تبقى treatment to win is antonym of لك عشان كلمة تفوز عكس كلمة ايه يفوز عكسها win عكسها lose the policeman was and could arrest the thief الشرطي كان ايه واستطاع ان هو يقبض على اللص او الحرامي طبعا was a was brave يعني كان شجاع superman is my favorite he saves many people superman بيكون ايه المفضل هو بينقذ العديد من الاشخاص يبقى is my favorite hero يعني بطلي المفضل does experiments to study and find out about how things work بيعمل التقارب وبيدرس ليكتشف يعني كيف الاشياء بتعمل ده اسمه ايه اللي بيعمل التقارب يبقى scientist يعني علم the Egyptian team won the under 19 world cup final in 2019 فريق المسري اللي ايه فاز بنهائي كأس العالم تحت 19 سنة في 2019 ترى ما تحت 19 سنة يبقى junior اللي هما الناشئين ساميرا موسى was Egypt's first nuclear scientist ساميرا موسى كانت اول ايه مصرية علمت علمت زرة مصرية يبقى first female يعني اول امرأة the Egyptian handball team didn't win the final in 2018 فريق كرة اليد المسري لم يفز بالنهائي في 2018 يبقى that senior in 2006 دكتور مجدي عقوب started a charity to help children with a problems في عام 2006 دكتور مجدي عقوب بدأ مؤسسة خيرية لتساعد الاطفال اللي عندهم مشاكل في الايه heart problems ومشاكل في القلب in handball game في لعبة كرة اليد you score by throwing the ball into a بتحرز ان انت بترمي الكرة في ايه into a goal is the ability to work well together in a group القدرة على العمل بشكل جيد في مجموعة اسمها ايه teamwork العمل الجماعي we all hope our national team will be in the next championship نحن نتمنى ان الفريق او المنتخب القاومي ان هو يكون في البطولة ايه القادمة world cup كاس العالم world cup championship is a person who gives the money to help people or places شخص بيقدم المال يساعد الفقراء الاشخاص يعني او الاماكن ده اسمه ايه patron patron يعني كفيل او راي is a sport with seven players in a team رياضة بيكون فيها سبع لعبين في الفريق اسمه ايه handball كرة الياب knows how to look inside the body to help people who are ill يعرف ان هو ازاي يفحص الجسم داخل الجسم يساعد الاشخاص اللي بيكونوا مرضى ذا اسمه ايه surgeon surgeon is someone who teaches people how to play or improve in a sport شخص بيدرس للناس ازاي هما بيعلم الناس ازاي يلعبوا او يتطوروا في الرياضة اسمه ايه sportist coach يعني مدرب رياضي sportist coach my brother is the school competition for the first poem اخي مصابقة المدرسية لافضل قصيدة طبعا من فاز يبقى one يعني فاز بي ali the number one chess player in his family ali رقم واحد لعب شطرانج رقم واحد او الاول في عائلته يبقى became اول لعب شطرانج في عائلته number one يعني اول لعب شطرانج number one chess player we are proud we are proud being Egyptians احنا فخورين بكونينا مصريين طبعا proud بجيب بعضها حرف god of يبقى proud of يعني فخور بي proud of بعد كده صفحة 139 ده حل على زمن الماضي البسيط اللي بيكون من التصريف التاني للفعل شرح الجرامر موجود في الجرامر التاني عدادي الترم الاول when they win the world cup final last year متى هما فازوا بي نهائي كلاس العالم العام الماضي يبقى متى هم فازوا يبقى باسأل بفعل لمساعد اسمه did when i was seven i ate primary school عندما كنت في السابع كنت اذهب الى مدرسة ابتدائي يبقى i went التصريف التاني من go Egypt's handball team in a final before it's not the first time فارق مصر الكرة اليد في النهائي من قبل اللي ست المرة الاولى طبعا لعب في النهائي يبقى played play التصريف التاني من play بنضف له ed يعني لانها فعل ماضي my uncle rashid born in 1961 عام راشيد طبعا ولده في عام 1961 يبقى هو مفرد يبقى اختر ايه was الماضي من is was was born يعني ولده they win the last match or not هم فازوا بي المباراة الاخيرة ام لا هل هما فازوا يبقى dead بس العام الماضي last او past او انو سنة ماضية او two years ago بختار حاجة اسمها ايه did تصريف تاني where did your parents when they were younger اينها طبعا عيش والديك عندما كانوا اصغر في السن they the library 10 minutes ago هما غدروا المكتبة منذ عشر دقائق هنا كلمة ago من علامات الماضي البسيطة يبقى اختار التصريف التاني تبقى left she hit the match yesterday she enjoyed it very much هي المباراة بالامس هي استمتعت بها جدا يبقى هي شهدة المباراة التصريف التاني من watch اسمه ايه watch it the children win the football match last week ايه طبعا ده سؤال بهل هل الاطفال فازوا بمباراة كرة القدم الاسبوع الماضي بحسأل بحاجة اسمها ايه did هنا فعل اساسي when يبقى اختار did huda at home yesterday huda كانت في المنزل بالامس yesterday من علامات الماضي وهدا مفرد يبقى اختار was انما هنا لو مثلا the kids او جامع يعني they huda كانت يبقى huda was ده ماضي بسيط لان هنا مفيش فعل اساسي هي كانت في المنزل بالامس انما هنا علشان في فعل اساسي اللي هو when بختار did مش بختار where بختار did they at the museum three weeks ago هم لم يكونوا في المتحف منذ ثلاثة اسابيع هم جامع لم يكونوا يبقى اختار weren't were you worried about your brother هل انت كنت قالك بشأن اخيك yes yes i yes i yes i was and was حنا complete the sentence with the correct form هنكمل بالكلمة الصحيحة they live in a small flat from 2005 to 2006 هما كانوا بيعيشوا مفروض هنا كانوا بيعيشوا في شقة صغيرة من الفين وخمسة الالفين وستة يبقى الماضي ده فاطرة في الماضي با اختار فعل في التصريف التاني يبقى اكتب live ازاي عضف لادي هي اخيرها ايه عضف لادي مجدي عقوب were born in 1935 مجدي عقوب ولده في عام 1935 طيب مجدي عقوب مفرد اللي هي المفروض هي يبقى هي بتاخد was was born how do you travel to alexandria last year last year من علامات الماضي يبقى كيف انت صفرت الى الاسكندرية العامي الماضي هنا يبقى اختار فعل مساعد اسمه e did how did you travel بعد ذب باجب الفعل في المصدر the senior team not win the final in 2018 المنتخب الاول او الفريق الاول او الفريق الاول لم ينفوز بالنهائي في عام 2018 هنا ماضي سنة ماضية واحام في كلمة فعل مساعد اسمه did واحط له not يبقى didn't بعد كده اكتبهم في المصدر يبقى didn't win they get married in 1983 هم تزوجوا في عام 1983 وثمانين دي سنة ماضية يبقى كلمة جيت ازاي كتبها التصريف التاني يبقى got married got married يعني تزوجوا بعد كده do you visit the country before هل انت زرت الدولة دي من قبل يبقى did فعل مساعد اسمه did سؤال بهل did noha went home هل نوها ذهبت للمنزل بعد دي بجيب الفعل في الايه؟ في المصدر يبقى did noha go when she was four she speak english عندما كانت في الربع كانت تستطيع ان تتحدس الانجليزية يبقى كان هتبقى ايه؟ هي هنا من فيها لم تستطع يبقى هكتب الماضي من كان اسمه could could معناها لم تستطع في الماضي couldn't وده طبعا فعل nox بجيب بعض الفعل في المصدر they are at the club yesterday هم كانوا في النادي بالامس رح تبقى where هم كانوا you can't carry this heavy box yesterday انت لم تستطع ان تحمل هذا الصندوق السكويل بالامس لم تستطع الماضي من كانت couldn't بعد كده حل صفحة 141 حاول نسمع كويس ونختار الإجابة الصحية listen and choose the correct answer استمع واختار الإجابة الصحية the Egyptian handball team are heroes they won the handball Africa cup of nations in 2020 the match was against Tunisia they scored 27 goals they are champions اسمع تني the Egyptian handball team are heroes they won the handball Africa cup of nations in 2020 the match was against Tunisia they scored 27 goals they are champions handball team are heroes handball team are heroes they are the Egyptian the offensive team african afrikaah multiply the government the firm المباراة كانت ضد مين؟ المباراة كانت ضد مين؟ المباراة كانت ضد تونيجيا المباراة كانت تونيجيا الفريق كانت كم هدف؟ 27 هدف 27 هدف السؤال الثاني كم بلزة فلون ديالوج أكمل حوار الاتي فاطمة اسكس هير فريند سارة عن هير فاورت سبورت فاطمة بتسأل صديقته سارة عند رياضتها المفضلة بتقول لها هلو سارة اهلا يا سارة ما هي رياضتك المفضلة؟ ردت عليها سارة وبعدين فاطمة سألت قلت مين لاعب بالكورة القناة المفضلة عندك؟ طبعا يبقى لجابة ما هي رياضتك المفضلة؟ يبقى فوتبول ماي فاورت ماي فاورت سبورت is فوتبول رياضتك المفضلة هي كرة القدم. بعدين قلت لها جاوبة عليها وبعدين فاطمة سألت سؤال وصارة قلت لها مصلاح بلاي مصلاح بيلعب في فريق يبقى مين اللاعب الكرة القدم مفضلة عندك؟ يبقى مصلاح مصلاح وممكن نكتب يبقى هنا هو يلعب يبقى where does he play where does he play سألت سؤال وبعد كده سألت سؤال وبعد كده أيها هما بيحرزوا العديد من الاهداف يبقى هنا السؤال بالي يبقى ايجابتوا ياسقونوا يبقى هنا باسقل بايه؟ ببدل بطلع من do score do score يبقى do فعل مساعد do بعد كده الفعل do z score many goals هل هما بيحرزوا الاهداف كثيرة؟ أيها هما بيحرزوا الاهداف كثيرة؟ ممكن نقول do z score goals هل هما بيحرزوا الاهداف؟ هترد على تقولها أيها هما بيحرزوا الاهداف كثيرة يبقى ايه الفريق مثلا المفضل عندك؟ مثلا ايه؟ ممكن تقولها مثلا pyramids يبقى my favorite team is pyramids my favorite team is pyramids my favorite team is pyramids بعد كده تجزة correct answer I see what you it's important to do the project أنا أعي مائي إنه من الومن نحن نعمل المشروع ده يبقى I see what you I see what you mean I see what you mean يعني أنا فهم انت بتولي is an event when people try to get a prize by being the best at something حدث الناس بتحاول ان هي تحصل فيها على جائزة ان هي أفضل شيء يعني فيها يبقى دي اسمع ايه competition مسابقة my brother is 12 years old he wants to join the A team أخي عنده 12 سنة هو يريد أن ينضم لأيه الفريق لأيه؟ هو 12 سنة يبقى ينضم لأيه junior team فريق النشئي A sportist coach teaches players how to play in a game or a sport المدرب الرياضي يعلم اللعبين زينهم ما يلعبوا لعبة أو ايه في الرياضة يلعبوا أو يتطوروا play or improve يتطوروا في لعبة that man had an accident yesterday he his hand الرجل ده تعرض لحدثة بالأمس وهو طبعا فقد يده يبقى هي lost lost يعني فقد ساميرا موسى wanted to use nuclear A emission ساميرا موسى أرادت ان هي تستخدم ايه النووية في الطب nuclear treatments يعني الالاج بالزرة أو بالنووي when Umar was twenty لما Umar كان عنده عشرين سنة a shark him السمكة كرش عملت ايه؟ حجمته يبقى attacked him he owned Reem when he was twenty هو ايه عمتي Reem لما كان عنده عشرين سنة يبقى هي مت حاجة في الماضي يبقى اختار التصريف التاني التصريف التاني من مت اسمه مت يعني قابلة who you finished your homework yesterday المفروض مين ساعدك ان انت تنهي وجبك بالامس yesterday ماضي يبقى اختار ايه؟ تصريف تاني يبقى هو helped من ساعدك؟ وهو اداة استفهام بجب بعدها الفعل عادي يبقى بالتالي اختاره فعله ماضي يعني من ساعدك؟ who helped they moved to a new flat a year هم انتقلوا الى شقة جديدة منزو عام منزو عام اللي بتيجى في اخر الجملة a year ago ago يعني منزو من العلامة الماضي بعد كمان صحح they happy at yesterday's party هل هم كانوا سعداء في حفلة امس؟ طبعا هل كانوا؟ احنا عندنا was و where was يعني كانوا و where يعني كانوا was بتيجى مع المفرد و where مع الجمح هنا they بها اختار ايه؟ where هل كانوا سعداء في حفلة امس؟ هنا we to school yesterday احنو لم نذهب الى مدرسة بالامس طيب الفعله مساعد اللي بنفي بيه بنفي بحاجه سماع didn't في الماضي didn't وبعدين بجيب بعدها الفعل في المصدر didn't go i study english last night انا ادرس اللغة الانجليزية الليلة الماضية طبعا last من علامات الماضي البسيط يبقى انا ذكرتي ب i a الماضي من study اخير هو hi هحزف ال y وضيف i a d تبقى studied yesterday علامات الماضي i a a test school from eight to two انا بالامس انا كنت في المدرسة من الساعة ثمانية للساعة اتنين انا كنت كنت اي بتاخد حاجه اسمها واض اما الجمع ياخد وير حال صفحة مية تساعة واربعين درسة التالة والربع you can use this tool in a a such as a fire يمكنك ان تستخدم هزي الاذاة في ايه مثل الحريق yes in an emergency في حالة الطوارئ مثل الحريق هو كان ايه المؤسسة الخيرية يعمل بدون مقابل مادي ايه هو كان ايه متطور يبقى volunteer he was a volunteer the a pompous blood around the body بيضخ الدم في حول الجسم the heart the heart take an ear and helps us to breathe بيستنشق الهواء بيساعدنا في التنفس طبعا دلوه the longest الرأتين lena's cousin is in hospital with a eye ابن عام لنا في المستشفى عنده ايه في عينه with eye infection يعني عدوة او اصابة في العين what is the name of the charity to eat some money ما اسم المؤسسة الخيرية لبعض الاموال لكي يتبرع ببعض الاموال to the need the need يعني يتبرع many children can now live healthy العديد من الاطفال المرضى اللي ان يستطيع ان يعيشوا ايه صحية اطفال جمعي بقى اختار ايه lives يعني حيوات يعيشوا حياة صحية جمعي life lives the foot this football has no air inside it الكرة دي ليس بيها هوا بالداخل i need it to fill it انا محتاج ايه لكي املأها يبقى ايه pump يعني مضخة is the opposite of the word serious عكس كلمة serious خطير اوجاد عكسها safe ايمن she needs to aid the balloon with air from her little son هي محتاج ان هي تعمل ايه للبالون بالهواء لابنها استغير يبقى تملأ البالون يبقى fill the balloon the house is burned the house is burned المنزل محترق there must have been ايه من المؤكد must have been يعني يعني من المؤكد ان كان في ايه a fire حريق the a tells the parts of our body what to do بيخبر اجزاء جسدنا ماذا تفعل ده الايه المخ brain 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 that is the area outside the city المنطقة خارج خارج المدينة where there are farmers and lots of nature يوجد العديد من الحقول والطبيعة يبقى ايه the countryside the ancient Egyptian doctors wrote المصر ادلقى طباء المصريين القدماء كتبوا ايه their ideas thousands of years ago افكارهم منذ الاف السنين يبقى روت ايه روت داون يعني يدوانو روت داون you should pay the things you bought يعني بغى ان انت تدفع في مقابل الاشياء اللي انت اشترتها تدفع مقابل يبقى pay for pay for بعد كده عندنا اسئلة على used to used to تستخدم للتعبير عن عادات واشياء كنت متعوض ان انت بتعملها في الماضي used to معناها كان معتد على من فيها بددا used to بجيب بعدها الفعل في المصدر يعني غالبا هي بيجي بعدها فعل i used to play tennis when i was young كنت معتد على اللعب التنس عندما كنت صغيرة طبعا شرح الجرامر موجود عندنا في الجرامر تانية اعداد الترم الاول هنا you see used to have a lot of homework هل انت كنت عندك واجب كتير يبقى did you use you use did hassan to live in kairu هل حسن كان بيعيش في الكايرو طبعا did بجيب بعدها use من غير الايه من غير الايه من غير الايه و هنا عندي طيب اختار use بس ياسر's grandmother used to work in a hospital جب دت ياسر كانت بتعمل في المستشفى يبقى used to a used to work my father work in a hospital ابي يعمل في اصوان طبعا هنا used to هي اللي تنفع مفعش اختار didn't و بعدها ادي و مفعش اختار didn't use من غير two يبقى هي used to يعني كان بيعمل في اصوان ياسر's uncle عم ياسر used to live in tunisia عم ياسر كان بيعيش في تونس طبعا هي عيزة منفية بقى لم يكن يعيش يبقى didn't used to live did you used to have any different office هل انت كنت عندك حوايات مختلفة يبقى no منفية يبقى نوعي ايه عم في دت يبقى no why didn't my uncle used to live in the countryside but now he ain't دي عمي كان بيعيش في الريف لكنه الان يعيش في المدينة هنا لكن يبقى هو عيش في المدينة الان و درع بسيط هي مفرد يبقى اختار lives يبقى she used to a fat but now she's thin هي تادة تانية تكون يعني فات يعني بدينة لكنها الان بتكون ايه نحيفة يبقى she used to a باجيب بعض المصدر what used to be where you used to borrow books when you were young انت كنت بتيع تستعير الكتب منين عندما كنت صغير طبعا where في الماضي يبقى اختار ايما عيوز يبقى where did no i used to write letters to my friends لا انا لم ايه اكتب الخطابات لاصدقائي لما اكون معتاد يبقى ايه نفيها didn't used to didn't used to بعد كده how did you a to go to school ازاي كنت بتروح المدرسة how did you باجيب بعض المصدر يبقى did used to باكتب use من غير d وهنا two عندي موجود دكتور ماكدي used to help people with heart problems دكتور ماكدي كان يعني معتاد انه يساعد الناس اللي عندهم مشاكل في القلب يبقى used وهنا two عندي موجودة ياسر is a grandfather get the answer not used عيزة من فيها know how to drive مكانش يعرف ازاي يبقى get the answer لم يكن معتاد على didn't وبعد كده اكتب use وبعد كده اكتب to didn't used to know my uncle used a firefighter but now he's a police officer عمي كان رجل اطفاء لكنه الان يعمل رجل شرطة او شرطة يبقى used to be used to be كان رجل اطفاء ايمن ايمن كان معتاد انه يكون عم تسير رادية يبقى used to have that building used to a ايه سينما المبنى اذا كان سينما يبقى used to a باجب بعض المصدر كنت معتادة على السباحة عندما كنت صغير اي بتاخد was يبقى when i was younger he used to play football but now he هو كان معتادة على لعبة كرة القدم لعبة كرة القدم لكنه الان لا يلعب but now he he doesn't ودرع بسيط بعد كده اختبار على الدرس الثالث والرابع نسمع كويس ونحاول نختار الاجابة الصحية the ancient Egyptian doctors used to use plants to help people with burns we still use these plants today the ancient Egyptian doctors were clever سمعتني the ancient Egyptian doctors used to use plants to help people with burns we still use these plants today the ancient Egyptian doctors were clever the ancient Egyptian helped people with burns طبعا دكتورز لطباء المسرين والقدماء سعدوا الناس اللي كان عندها حروق what did they use to help people with burns استخدموا ايه علشان يسعد الناس اللي عندها حروق استخدموا plants نباتات the ancient Egyptian doctors were the ancient Egyptian doctors were الأطباء المسرين والقدماء كانوا ايه were clever كانوا ماهرين we still use some of these today like them we still use some of these نباتات plants السؤال الثاني complete the following dialogue اكمل الحوار الاتي نادا وي علا نادا بتسأل علا هي مهتمة بايه ايه هي اهتمامتها نادا بتقولها ماهي هويتك المفضلة ماهي هويتك المفضلة فعلا ردت عليها ونادا سألوا تسألوا علا لتلاقي انجوي ريدن باستمتع بالقراءة في المكتبة يبقى ماهي هويتك المفضلة ولها تقولها ايه my favorite hobby is reading oh i like reading my favorite hobby is reading is reading نادا سهلت تسألوا بعد كذا اتلاعي انجوي ريدن باستمتع بالقراءة في المكتبة باستمتع بالقراءة في المكتبة ايه تحبي ان تقرأي يبقى where where do where do you like to read ايه تحبي ان تقرأي ايه اتلاعها في المكتبة the library نادا سهلت سؤاله this book is about the history of Egypt الكتاب ده عن تاريخ مصر يبقى ايه محتوى الكتاب او الكتاب اللي معاكي عن ايه what is this book about الكتاب ده محتوى ايه what is this book about بتقولها عن تاريخ مصر history of Egypt هل انت بتحب المكتبة هل انت بتحب المكتبة سؤال بها is an organization that gives money food to people who are in need منظمة بتقدم المال والطعام للناس المحتاجين اسمع ايه charity مؤسسة خيرية ياسر was a school project when i met him ياسر كان ايه مشروع المدرسة مشروع مدرسة عندما قابلته was doing a school project يعني كان بيعمل مشروع مدرسة he is 69 years now he is 69 years now he is 69 years now he working 9 years ago و المفروض هو توقف عن العمل منذ 9 سنوات لما كان عنده 60 سنة يبا he stopped لينة's cousin is in hospital with an eye ابنة عمي لينة في المستشفى عنده ايه في عينه eye infection يعني اصابة في العين long stick in ear and help us too الرئتين بتاخذ الهواء بتساعدنا في الـ تنفس يبقى breathe breathe we know about ancient Egyptian doctors because they wrote down there احنا بنعرف عن المصرين اطباء المصرين القدماء لانهما دوانوا ايه دوانوا wrote down their ideas افكارهم مند و ايه have the same meaning مند يعني يصلح و ايه كمان ليوم نفس المعنى repair علي used to work as a surgeon before 2018 علي كان مبتدع العمل كجرح قبل 2010 ده هنا بيسأل سؤال بهل هل علي كان بيعمل كجرح يبقى did علي use did what did you eat to play with a break انت كنت ابتلعب مع مين في الفصحة يبقى who did بعد كده اختار ايه use من غير الايه من غير الديب هنا عندي 2 موجودة علي used to swim when he was young علي هنا عيزة من فيها لم يكن معتادة على السباحة لما كان صغير علي didn't didn't use to يعني لم يكن معتادة على i used to play basketball but i know انا كنت معتادة على لعب كرة السلة لكني الان لا ألعب طبعا ده مضارع بسيط تعبيري عن لعبات اليومية بنفيه بايه but i don't i don't know they take you up early on holidays معيزة من فيها لم يكنوا معتادين على الاستيقاظ مبكرا في الأجازات يبقى انفيها يبقى didn't وبعد كده اكتب use من غير الاي من غير الدي where you used to park your car انت كنت متعود ترك ان سيرتك فين يبقى where did you use من غير الدي وتو موجودة when i was 10 i used to a funny لما كان عمري عشر سنوات كنت معتادة ان انا اكون funny يعني funny انا مش معناها مضحك ومعناها مرح يبقى i used to be i used to be الصفات بيجي معها بي بعد كده حل الصفحة 165 lesson 5 و 6 الدرس الخامس والسادس نور الشربيني won the world squash in 2020 نور الشربيني فازت بإهل السكواش العالمية في عام 2020 طبعا championship squash championship بطولة السكواش my sister will join the faculty of A she wants to help doctors اختي سوف تنضم الكلية ايه هي تريد ان تساعد الاطباء يبقى faculty of nursing كلية التمريد help us to keep our city clean وساعدنا ان احنا محفظ على مدينتنا نظيفة يبقى street cleaners اللي هم عاملين نظف في الشوارع street cleaners a doctor's work is really a they fight disease in hospitals to help patients عمل الطبيب بيكون ايه جدا هما بيحربوا الامراض في المستشفيات ليساعدوا المرضى بيكون is really heroic يعني عمل بطولي the streets would be terrible without الشوارع هتكون فاضيعة من غير ال a without rubbish collectors لجميع الكمامة the topic should be the main idea of the paragraph الفكرة الرئيسية ينبغي ان هي تحتوي على ال a ينبغي ان هي مفروض تحتوي على الفكرة الرئيسية للparagraph يبقى ال a include include تتضمن did he used to be the a of the football team هل هو كان متعود ان هو هيكون ايه فارق كرة القدم the captain القائد she always tells me that is very important هي دايما بتخبرني ان ايه بيكون مهم جدا بتخبرني ان التعاليم مهم جدا education is very important my brother worked when he was young to a for his studies أخي كان يعمل عندما كان صغير ليقل دراسته before يعني يدفع مقابل دراسته ancient is the opposite of كلمة قديم هي عكس كلمة ايه modern تامير تامير الى الوالديه خلال حفلة ايد ميلاده قدمني introduced me I went to the museum and saw many of ancient Egyptian kings there انا ذهبت للمتحف ورأيت العديد من ايه الملوك المصريين القدماء هناك many statues تماثيل لملوك المصريين القدماء when you are afraid that something bad could happen then you are لما تكون خايف ان الشيء سيء يحدث عند اذن انت بتكون ايه scared scared يعني مرعوب is a person whose job is to organize people in a company or business شخص وظيفته نواه هي انه هو ينظم الناس في شركة او عمل يبقى اسمه ايه manager المدير I don't understand 60 تدريب على الدرس الخامس والسادس نسمعه نحاول نختار الإجابة الصحيحة is a clever doctor he works in a big hospital he's kind and helpful he always helps ill people a lot in 2020 many people became ill نسمعه ثاني محمد is a clever doctor he works in a big hospital he's kind and helpful he always helps ill people a lot in 2020 many people became ill محمد is a ايه محمد بيكون doctor طبيب he works in a big بيعمل في ايه big hospital مستشفى كبيرة محمد is kind and محمد بيكون طيب و ايه helpful متعاون when did many people become ill متى اصبح العديد من الناس مرضى طبعا in 2020 سنة sorry 2020 سنة الكورونا السؤال الثاني complete the following dialogue اكمل الحوار الاتي verena asked is hella about who can be a hero verena بتسأل هلا مين ممكن يكون البطر verena بتقولها who do you think can be a hero ومين تعتقدي يستطيع ان هو يكون بطل اتلع i think rubbish collectors can be heroes اعتقد ان جمال كمامة يمكنهم ان يكونوا ابطال sorry i don't understand اسفة انا لا افهمك هلا هلتلع حقا بعدين اتلع they do something very useful the city would be terrible without them do you agree with me هما بيعملوا شيء مفيد جدا المدينة هتكون فاضعة من غيرهم هل تتفقي معي يبقى هنا هتقولها ايه هي قاتلها i don't understand انا مش فهم يبقى تقولها in other words بمعنى اخر وتبدأ تشرح له كوما يبقى قول ايه in other words يعني بمعنى اخر in other words هتلا do you agree with me هل تتفقي معي هتقولها طبعا ياسي ايه yes i do او yes i agree yes i agree with you او yes i do هتقولها yes i agree with you او yes i do وثالث سؤال i think اتلا i think street cleaners are also important اعتقد اني منظف الشوارع عمل النظفة في الشوارع بيكونوا ايضا مهمين يبقى هتقولها مثلا what about what about street cleaners what about street cleaners طبعا ماذا عن اللي هم عملي النظفة في الشوارع طبعا i think street cleaners are also important ذرينا سهلة سؤال وهلات لا because they help to keep our cities clean لانهما بيسعدوا في الاحتفاظ بمعنى المدن بتاعتنا نظيفة يبقى why لماذا تعتقدي هما بيكونوا مهمين او لماذا تعتقد ان هما heroes why do you think why do you think لماذا تعتقدي طبعا street cleaners are heroes why do you think street cleaners are heroes ليه هما ابطال لانهما بيسعدونا بالاحتفاظ بالمدن نظيفة so what should we do for them ماذا يمكن انا نفعل من الجلوم لا ينبغى ان احنا نقل كل ماهما في الشارع يبقى we we shouldn't we shouldn't throw we shouldn't throw we shouldn't throw rubbish in streets بعد كده you taller your brother مكرنة ما بين اه اتنين شخصين يبقى طولر ايه طولر زين يعني اطول من هل انت اطول من اخي ديد علي to the shops yesterday هل علي ذهب الى المحلات بالامس ديد بجيب بعض المصدر يبقى ديد علي جو last week الاسبوع الماضي there was a big fire كان يوجد حريق ضخم but the brave stopped it لكن من الشجاع اوقفه the brave firefighters mom did work i'm so proud of her امي اي عمل انا فخورة جدا بيها يبقى mom did heroic work عمل بطولي عملت عمل بطولي طارق better after two weeks in a hospital طارق تحسم بعد اسبوعين في المستشفى يبقى got better some people think that rubbish can be heroes بعض الناس بتعتقد ان الكومة كما يستطيع ان يكونوا ابطال rubbish collectors يعني جامع الكمامة teachers, doctors, nurses and other jobs are useful for our المعلمين على طباء الممردين والوظائف الاخرى يستطيع ان هم بيكونوا اي مهمين بالنسبة لمن for our society لمجتمعنا my grandfather get the football when he was young كرة القدم عندما كان صغيرا طبعا كان معتاد على لعب يبقى used to play there was a emergency and many people were in hospital كان يوجد اي طوارق والعديد من الناس كانوا في المستشفى يبقى health emergency health emergency health emergency يعني حالة طوارق okay في المستشفى يعني health emergency means very brave or great معناها شجاع جدا او عظيم heroic بطولي بعد كده did sally to go campaign هل سالي كانت معتادة على التخيم او تذهب للمعسكرات يبقى did sally بعد كده بدت بكتب هذا use من غير ال d to go لما اكون معتادة على معرفة الكسير عن تاريخ عائلتي يبقى i didn't use من غير ال d where did muhammad his mobile اين واجد محمد هاتفه بيتبقى جب بعدها الفعل في المصدر يبقى find احمد احمد احرس ثلاثة اهدف المباراة بالامس الماضي من score اسمها ايه scored بعد كده هل اختبار اليونت حاول نسمع ونختار الاجابة الصحيح احمد احرس احرس she looks after patients in a hospital when she was young she used to study very hard she also used to work to pay for her studies اسمعتني مستشفى what's mrs karima's job ايه وظيفة mrs karima نارس ممرضة where does she work كي بتعمل فين in a hospital فو مستشفى what did mrs karima used to do when she was young mrs karima كانت بتعمل عندما كانت صغيرة study very hard بتدرس بجد why did she used to work when she was young ليه هي كانت بتعمل عندما كانت صغيرة to pay for her studies بتدفع لدراستها السؤال الثاني complete the following dialogue اكمل الحوار الاتي نادة بتخبر ايمان هي عملت ايه الاسبوع اللي فات اجازة الاسبوع اللي فات ايمان بتقول لها what did you do last weekend انت عملت ايه في اجازة الاسبوع الماضي نادة ردت عليها بعد كده ايمان قلت لها how does your brother love video games هل اخيك بيحب العب الفيديو يبقى عملت ايه i i played video games اتقول لها انا لعبت العب الفيديو مع اخويا يبقى i played video games with my with my brother معاش بعد كده قالت لها هل اخيك بيحب العب الفيديو طبعا هترد عليها وبعد كده ايمان سألت سؤال وندقت له احنا لعبنا في المنزل يبقى هنا هل هو بيحب العب الفيديو يبقى yes yes he does يبقى اين تلعبه او اين لعبته عشان دفع الماضي where did where did you play اتلاقت هم في المنزل did you enjoy playing هل استمتعتوا باللعب اللعب يبقى yes we او yes i يعني على حسب yes we did لو هي بتسألهم هل انتو او هل انتي يبقى yes i did yes i did ايو انا استمتعت باللعب بعد كده اتلاع شور سأل السويل بعدين اتلاع شور والبيهابي احنا هنكون سعادة يبقى هل ممكن انا العب معكم يبقى can i play with you can i play with you او ممكن اكتب ماذا بذل play with اكتب join can i join you next weekend ممكن انضمي ليكم الاجازة الاسبوع القادم can i join you next weekend او can i play with you next weekend بعد كده سؤال القطعة we should all be proud of دكتور مكدي عقوب ينبغى ان احنا جميع ان نكون يعني فخورين بدكتور مكدي عقوب he was born in 1935 بالبيس ولد في عام 1935 في بندينة بالبيس بايه اس فاملي يوز تتراول دميني بلايس لكن عائلته كانت بسفر الى اماكن عديدة because his father was an important doctor لان والده كان طبيب مهم مكدي ايضا اصبح طبيب before he stopped working in 2001 قبل ان ينهي عمله في 2001 هي براكد ان كان بيعمل في مستشفى خاصة في لندن طبعا هنا هي عيدة على دكتور مكدي عقوب في هذا المستشفى مكدي مكدي حادي مكدي حادي مكدي حادي في أصوان دكتور مكدي بدأ مؤسسة خيرية للاطفال المرضى في أصوان الأطفال المرضى لم يستطيع ان هم يعيشوا حياة أطول لكن الان الأطفال المرضى بيستطيع ان هم يعيشوا حياة صحية أكثر The underlined pronoun he refers to قلنا ان هي عيدة على مين على دكتور مكدي عقوب لو اتوقف عن العمل في 2001 The underlined word special means خاصة معناها ليست عادية أو مميزة يبقى خاصة أو مميزة The first place of Magdi عقوب is مكان الميلاد لدكتور مكدي بيكون فين بالبيس Why do you think Magdi عقوب started a charity for children لماذا مكدي عقوب بدأ مؤسسة للأطفال المرضى؟ علشان يساعد الأطفال اللي عندهم أوراد في القلب أو مشاكل في القلب يبقى To help children with With يعني اللي عندهم Heart problems يعني مشاكل في القلب To help children with heart problems Why did Magdi عقوب's family used to travel to many places? ليه عائلة مكدي عقوب كانت بتسافر لأماكن عديدة؟ لأن والده كان طبيب مهم يبقى His father Was An important Was an important Doctor Give a suitable title for this passage أعزين عنوان مناسب للقطعة دية Magdi 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 ما كدي عقوب بيكون طبيب ناجح القلب اللى الدم حول الجسم طبعا بيضخي باي بيكون مصنوع من الزهب والفضة وغلي جدا طبعا دي اسمها ايه جولري يعني مجاورات احنا ايه من كوننا مصريين شخص بيعمل بدون مقابل مادي اسمه ايه هل تعرف ما اعني؟ هل تفهم ما اقصده؟ انا اسف انا لا افهم ده مصطلح او احفظه زي ما هو هل تعرف ما اعني؟ الكتاب ده بيكون شيء جدا ايه التيو؟ انا ايه لك؟ I recommend that to you يعني انا بوصيك ان انت ايه تقرأه علي didn't need to swear من ذا سيح علي لم يكن معتادة على الصباحة في البحر يبقى didn't تبقى جب بعدها use وهنا عندي do هل تعرف الايه بين نو ونو؟ هل تعرف الايه بين يعرف ولاه؟ طبعا نفسه نطق لكن المعنى مختلف هنا يعرف لكن دي معنى هلاه هل تعرف الاختلاف؟ where you used to live when you were young اينا كنت تعيش عندما كنت صغير هنا you بيختار معا حاجة اسمها ايه؟ where sorry انا اسفة هنا used to بختار معا فعل ومساعد اسمه dead where did you used to live where did you used to live did he used to a car هل هو كان متعاود ان هو يقود السيارة؟ بجيب بعدها الفعل في المصدر يبقى did he used to drive a car بعد كده ساميرا موسى born in 1917 ساميرا موسى ولدت في عام 1917 ساميرا موسى مفرد يبقى اختار معاها was born ولدت I used to primary school for six years اذهب لمدرسة ابتدائي لمدة ست سنوات يبقى انا زهبت في المدرسة ابتدائي يبقى ادى فعل ماضي يبقى التصريف التاني من جو اسمه wind why did mrs كريمة محمد to study hard لمس كريمة محمد كانت بتدرس بجد طبعا هنا دب هكتب جوز من غير ايه من غير الدي هو the africa club of nations in 29 2018 مين اللي فاز بيك السلومة الافريقية في 2018 يبقى هو one من فاز ده كده كان حل unit 3 اتمنى تكونوا استفدتم معا لو في ايه اسئلة اردت تكتبها في الكومنس وما تنساش العجاب بالفيديو والاشتراك في القناة بيد باي